مرحبا بكم مهام جديد نذكركم ضيوفي لجلال هنشيري نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل وأيضا النشط السياسي حاتم المليكي قبل ذلك مواصلين في الأخبار تعودنا كل نهار نواكبوا المناقشات ميزانية مختلفة في الوزرات نكتشفوا أيضا في الوزراء من خلال هذه المناقشات من خلال إجابتهم على أسئلة النواب اليوم باش نحكيه على وزيرة التجهيز والاسكان كيف كيف اللي تم البارح مناقشة مشروع ميزانية الدولة أو الخاصة بالوزارة هذه بحضور الوزيرة سارة زعفراني الزنزري في إجابتها عن أسئلة النواب فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة الفساد تتحدث على عدد من القضايا التي تحوم حولها شبهة فساد وتمر في حسنة 2023 وزارة التجهيز والاسكان يعني يتقاوم في الفساد بايا ذات الصيلة بقطع التجهيز والاسكان 14 استدعاء بالنسبة لسنة 2020 و13 استدعاء بالنسبة لـ 2022 مهمة التفقد كيف أكثر بيغيوات قادة نعمل فيها في مهمة التفقد هي البيغيوات هذه لمختلف المصالح الجهوية والمركزية والمؤسسات العمومية في 2022 و23 مهمة و24 مهمة في 2023 تم ختم ديجات 19 مهمة منها العرائض الصادرة عن مواطنين أو بعض المنظمات عنا في 2022 عشرين عريضة في 2023 و45 عريضة تمت معالجتها والإجابة عليها راه حتى حد له فوق القانون يعني ما نجينا شبهات ولا نمشي ونفقد ونعملوا مهمة التفقد وحتى في بسمعة برشة على طرقات على فما غش فما واحد راه حتى حد مو فوق القانون وقالنا مهمة التفقد ولقينا لقينا حاجات معانتها واحد ونقوم بلا ليزمنا نقوم بيه هنا ونحيله للقضاء وناخد مقدمتنا بيح تقول أيضا الوزيرة إنه وقع الالتجاء إلى ألية فسخ العقد مع بعض المقاولين لعدم إفاءهم بالأجال في إنجاز المشاريع الكبرى هي الوزيرة تحكي على رفع 23 قضية لكن ملفات الفساد أو شبهات الفساد فيما يتعلق بهذه المشاريع بالصفقات بتلب العروض فيها لا يحصى ولا يوعد ودجات شوفرة وتعاينوا بعينيك في هذه المشاريع اللي تمت في الطرقات في البنية التحتية في غيرها مواطن كل نهاء الوقت اللي يخرج يخدم كربت ولا يمشي على سقي شوفها اللي هي عايشين في البلاد إحنا مليك ما نحكيه من فراغ معناها كان بش تمشي للطرقات والجسور وغيره معناها الغش ما شاء الله معناها تشوف مجرد أنطار هكا غزيرة شوية يمشي الكياس معناها ويتحفر وما يقعد فيه حد شي معناها بعض الأشغال العمومية ولد محل تندر حتى العالم معناها بعض مواقع التواصل وبعض المقالات الصعوفية تحكي مثلا على رومبوان بندحى أو على قنطرة المطار أو غيره اللي عندها سنوات معناها رومبوان من عرش يمكن أكثر من عقد من الزمان قنطرة المطار قيلة وأنه تحضر قبل القمة العربية وانتظمت القمة العربية وأشرف عليها الرئيس البيجي قيد السبسي وتوفي الرئيس البيجي قيد السبسي ثم جاء رئيس محمد الناصر ثم مشاء رئيس محمد الناصر وجاء رئيس قيل سعيد والقنطرة ما زالت ما كملتش معناها التأخير هذا أعتقده وأنه عنده عدة تسباب إما أنه الوزارة مش قاعد تخلص بالمقاولين بشيكمل معناها في الأجال لشغال المتاعه وإما ثم مقاولين يقاعدين يخدموا بالغش بطبيعة الحال وما يوفيوش بتعاهداتهم في الأجال وثم بطبيعة الحال داخل الإدارة نسمعوا وإحنا في برشة كلام وأنه الصفقات العمومية فيها برشة محابات ومش كان الوزارة تجهيز في حد ذاتها حتى المواسطة العمومية اللي تخذ على سلطة الإشراف متاع وزارة تجهيز كما الشركات العقارية سنيت وسبرولس وغيره وزادة فيها غش كبير وفيها معناها محابات لمقاولين مهمش قاعدين يوفيو بتعاهداتهم وقاعدين نشوفه وإحنا لمستوى المباني تشكيات كبيرة لدى القضاء وقضايا كبيرة ترفع مثلا العمارة ومنزلة وغيره وتلقاه بعض فيه تشققات وغيره ثم غش بمواد البناء ثم غيره معناها هذا ملف ضخم جدا يجب أن يفتح وعتقده وحان الوقت أنه يفتح 29 قضية تقدح شيء ربما الجزء الظاهر من جبل الجليد لا أكثر ولا أقل رهو مهم جدا الموضوع هذا لأن وقت نحكيه على هذه المشاريع العمومية الكبرى هي العصب عجلة التنمية عجلة الاستثمار في الأخير المستثمر أول حاجة يغذر لها وقت يجيب يحط مشروعه في بلاد من البلدان هي بنيتها التحتية التي يستهل برشا الخدمة ومشاريعه حالة البنية التحتية ودرجة تقدمها من المؤشرات المهمة التي تتحسب في المعدل بلد يجيب الاستثمار وإلا لا هذا مع مؤشرات أخرى ولكن بعيد على الجانب القضائي المسألة فما زاد أزوز مشاكل أخرين يظهر لي مشاكل هيكلية في المشاريع الكبرى بصفة عامة أول حاجة سعى المشكل الأساسي الموانديزان الاختيار يمشي قانونا لأقل سوم لكن أقل سوم مهوش في الحالات الكل رأو أحسن جودة فما بلدان أخرين يخدموا على الميو ديزان يولي السعر أحد المؤشرات التي تم أخذها بعين الاعتبار في حساب معدل كامل نحن نحن مزلنا في منظور هدايا متاع أرخص ويحد ذاك اللي ناخذوه ومبعدنا القاول ويحنا في مشاكل من النوع هذا حاجة والحاجة الأخرى كيتم كما قالت سيدة الوزيرة الالتجاء إلى فسخ العقد إلى آخره تعداو إلى يعني مشكلة أمام المحاكم بين الدولة والمقاول الفلاني في الأثناء المشروع ويقف لأن القانون أيضا يفرض على الوزارة أن نعاود طلب عروض ونعاود كل شيء من الأول بينما يكون من المجدي أنه مثلا نتعداو بصفة مباشرة للثاني الوقت اللي الوزارة تعمل أبل دوفر ناخذ بول ناخذ وزوز ولا ثلاثة كان اللولاني فيها مشكلة أجال أو مشكلة فساد أو غيره نتعداو مباشرة للثاني باش المشروع ما يقفش نجمو نتصورو يعني آليات من النوع ذا اللي تمكن أنه المصلحة المواطن في آخر الأمر يتم تحقيقها هاتنا نطلقوا من مثال فرشك زالي فاور كيخرجوا مكوش من زاك أعلن مدير الجهوي التجهيز في مدنين على إلغاء معناها صفقة بناء معبر الذهب مش إلغاء البناء أما إيقاف البناء المشروع ذا انطلق في 2016 باعتمادات ذول 16 مليون دينار كانت التوقعات اللي تفقوا عليها أنها تكون جاهزة المعبر ذا في 2018 اليوم احنا 2023 ومازالت الأشغال متوقفة من هك الوقت ذاك لليوم مشات وزراء وجات وزراء على الشانتي هذية وفي كل مرة وعد باستئناف 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 اليوم يطلع المدير الجهوي التجهيز ويعلن على إلغاء الصفقة مع المقاول ذا و أعلان عن طلب عروض لمقاول ثاني يعني نزيد نستنوا عامين ولا ثلاثة أخرين علاش توقفت الصفقة هذية من المخل بالتعهودات هذه زادها وميز مناش نجعله من المقاول الحلقة الضعيفة اللي البيروقراطية الإدارية تمسح فيه إده يتحل البحث هنا ونشوف شكل أخل بتاع عهودات واخلي نعرف للدولة التونسية المحترمة يعني مسالة للمزودية الخدمات بقرابة العاشر آلاف مليار منهم عدد رهيب من المقاولين اللي معناها عهدت لهم الدولة بمشاريع أن تلقوا فيها ثم الدولة هي اللي توقفت عن سداد مستحقات المقاولين نظومها هذا أدى إلى توقف الأشغال وقت اللي يرجع المقاول بشي يستأنف الأشغال بعد عامين ثلاثة يلقى الأسعار هي بيدها تغيرت وارتفعت فيطالب بمراجعة العقد وهنا معناها تقف الأمور وبالتالي جيد جدا أن السيدة الوزيرة تتحدث على ملفات فساد هذا موضوع ومسار آخر يعني هذا مسار نجم يأخذ معناها يتعهد بها القضاء لكن الدولة التونسية وقت اللي نشوفه الاعتمادات اليوم اللي مخصة لعملية التنمية في الميزانيات متاع 23 و24 نلقاها ضعيفة وضعيفة جدا وبالتالي هذا اللي بيشي خلي أنه أول مضرر هي البنية التحتية ثم الاستثمار اليوم عندك أضعف مستثمر في تونس هي الدولة الدولة لا متعد لها الإمكانيات لتستثمر إذا الدولة ما تستثمرش عادي أنه الخاص ما يستثمرش وعادي أنه الأجنبي ما يستثمرش فنقسم الموضوع على زوز ونقوله فما موضوع الفساد فلتذهب فيه الوزارة إلى الآخر لكن زادة فما تقريبا تقسير الدولة في دفع مستحقات المقاولين اللي فيهم مشكون فلس وفيهم مشكون تخل الحبس وفيهم مشكون هرب لأنه مش كل مقاول عنده الإمكانيات اللي بيش ينجم يبني لك مدرسة أو سبيطار وبالكريدي ويستنى فيك قال له وش كثر فلوسك مرزوق قال له ما نبيعش بتطلوخ ماذا بينا أنت تكون التصريحات واضح سويا لاخر حب نواجه السيدة الوزيرة وهي معلما يبدو سيدة فاضلة ومحترمة وكفة حسب ما تسرب من أخبار وهذا يصرنا ما هو مصير المساكن الاجتماعية لماذا إلى الآن ترتعش أياد الدولة في تسليم مساكن اجتماعية جاهزة وهنا يتحل مشكلة اللي كنت نحكي فيه تقول أنت تجيب مقاون تقوله ابني لي مساكن اجتماعية يبنيها المقاون يحط فيها دم قلبه ويبقى يستنى حتى الدولة تجي تاخذها الدولة لتوه ما مشا تخذها تعملها تضطر أنك تعملها سيانة مش سيانة الله يحكي لي مقاول صغير شي بك قال لك بعد ما بنيت نستنى في وزارة الجهيز بس جي تقبض عليها وتخلص توه سنوات قال يطلع فيهم لحشيش قال يولي عطيت حساسة قال يهبطوا عليهم السراق سرقوا 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 وانا نصلح من عندي ونصلح من عندي والبنكة قعدت فكترلي والتوه وزارة التجهيز لنجمة تتفرق المساكن الاجتماعية تعالش عليه سيمروان لأنه مثلا ناخده نفيضة ولا الفجة ولا مثلا سبيطلة وينثم المساكن وفي عديد المناطق الأخرى إذا هم مثلا مئة مسكن تلقى القائمة فها 15 ألف واحد وبالتالي الخوف الدولة خايفة من تسليم المساكن الاجتماعية خوفا من ردود فعل لعباد اللي ما هم مش بش ياخده لأنه كل واحد يتخيل أنه هو الأجدر معناه بش ياخد المساكن الاجتماعي هذا ماذا بينا السيدة الوزيرة تتكفل بالملف هذا السيدة الولاد يتحملوا مسؤوليتهم كامي له ويتم توزيع المساكن الاجتماعية للأجدر أو للأكثر استحقاق وفي نفس الوقت نحلوا مشكلتك المقاول اللي بناء وبقعد مربع يديه وربما فيهم كما قلنا شكو ماشي للإفلس من لفك بالبرشة هذا ينوعدك نرجعوله بأكثر عمق وأكثر تفاصيل ويكونوا ضيوف المعنيين مبيناتنا بش نفهمه أكثر لأنه الموضوع ذاك يتحل فيه برشة ما يتحكي نحكيه على خط جوي مباشر بين تونس وبيكين سنة الفين واربع وعشرين وزير السياحة يقول أنه أو يعلن عن وجود هذا المشروع من قبل الخطوط التونسية يقول الهدف منه مضاعفة عدد السياح التونسيين اللي بلغ عددهم ثلاثين ألف ساعة سنة الفين وعشرين برامج التانوية وتعزيز خاصة الأسواق السياحية السوخ سينية السوخ استراتيجية هذيك عليش تم تنظيم هالمدوه هذي وتم احتضانة في بلاينا بتعاون كبير مع الورد توريزم سيديز التورال بتعاون بتكيرا بحال مع صفار السياح في دونس وهذي بتكيرا الحال مش يكون فرصة بتأكيد أو تم الهداف اللي احنا رسلناها بالنسبة للسوخ السينية لنحب مضاعف والعدد بتاع السياح السينية قديش وبرنة والعدد هذي عنا سنة سنة سعطاش سجلنا وفوت اقرب بخير خلف سنة سنة عدا هذي رأو قبل وفيها قبل تطول اللي كان اول شي بتوفق خط جو مباشر بين تونس وبيكليم وهذي شارع شركة التونسية اللي هي مبرمجة هال حداف الخط هذي شارع في سنة في نفس الموضوع زيادة بيش نسمع شكون المرة هذية بيش نسمع رئيس مدير عامل خطوط التونسية خالد الشلي يقول راهو إذا كان في صورة عدم إحداث هذا المشروع اللي حكالي وزير السياحة منذ لحظات بيش يتم وضع خط عن طريق نقطة في الشرق الأوسط في سنة الفين وعشرين احنا خطوط التونسية 75 سنة في خدمة الاقتصاد التونسي وفي خدمة السياحة وعين أنه دورنا مهم لتنمية السياحة خاصة أنه سياحة العبدالعور الكبير في تونس السوق السينية مهمة جدا قاعدة تكبر مع تبين الساقي الكبير 2019 حدث على أكثر من 30 ألف ساياح اليوم يتحدث حتى عن 50 ألف وهذا ما خلناش ساكتين على الوبرتونيتي هذه نحن في نقاش مع تور أوبيراتور منظم رحلات في السين اللي يخمم أنه يعمل رحلات شرطير بين تونس والسين عبر بلد معت في شرق الأوسط وقاعدين نفكر توملين في فتح خط مباشر وإن شاء الله من هنا آخر 24 إذا كان ما حلناش الخط المباشر سيكون خط يعني عن طريق نقطة في شرق الأوسط ماروين إنه يكون عنا خط مباشر ما بين تونس وباكين شنية مدى نجاعته هل فقط نحكيه على أرقام السياح اللي مثلا نعطيها الأكزامبل بتاحها وزير السياح يقول رهي في 2019 كانوا 30 ألف سائح والعدد قابل للتطور ناجع إنه نعمل هذا الخط فقط من أجل ترفيع في هذا العدد هذا نجم جاوب عليه الكفاءات هكا النجم يتبادر إلى الذهن من بعيد أنه بتباع النجم يكون مجدي أنه نعمل الخط المباشر هذي ولكن النجم بعد يتضح بالحساب وأنه ماهاش يعني رونتابل للينية هذي 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 عليش نتصور لرئيس المدير العام الخطوط سيحكيه أيضا على نقطة في الشرق الأوسط يزم زادة باش تأمن خط كما هكا يزم يكون عندك الطائرة اللي تنجم تأمن الخط هذي خطر نعرف لي مش كل الطائرات اللي تنجم تعمل ليني ديريكت هذي من ناحية السياحية البحثة من الطبيعي أنه تونس تحكي على السوق الصينية سوق استراتيجية بالنسبة للبلدان السياحية الكل وفي حقيقة الأمر نحن خلطين خلوط في المسائل الهذية وبتباع يجب عمل يصير على مستوى السوق السياحية الصينية باش مبيعوا الدستيناسيون تونس جس تموقع تونس في السوق السياحية الصينية يحب لوا برشة زادة فلوس يحب لوا ميزانية هامة يحب لوا خدمة كبيرة داخل السوق الصينية ومن الطرف تونس اليوم مجد نعم شوف مالك أكيد التعريف بالوجهة السياحية التونسية في الصين هذا مما لشك فيه ولكن أعتبر أنه الخط هذا هو خط استراتيجي مهم جدا وأتمنى أنه يكون في إطار مشروع الطريق الحرير اللي تونس روسين تنذكر 2017 و2018 وقعت مع الصين الاتفاقية وأنه تنخرط في هذا المشروع الكبير والصين الدولة عندها رؤية استراتيجية للعالم وللمنطقة وتريد عندها فترة معناها تونس تدخل في هذا المشروع المسمى بطريق الحرير ولي معناها حتى من ناحية التاريخية سأقوله كما يجب الصينيين ما خلال رحالة صيني هاجر إلى أفريقيا أو ارتح إلى أفريقيا في زمن الماء وصنع علاقات تجارية كبرى إلى غير ذلك خلافا مثلا لأننا لتاريخنا تعرف ماذا تفعل وبالتالي التقرب من هذه الدولة وتنويع الشراكات بطبيعة الحال أنا مانيش مع القطع مع العالم الغربي نهائيا كلا هذو كمشوركات تقليدي نقدم لكن لابد منفتح أفاق وابواب جديدة مع دول أخرى مع قوى أخرى بارزة في العالم والصين رأي دولة كي نشوف الأرقام حجم استثماراتها في إفريقيا وفي الخارج رأي أرقام مهولة حتى الولايات المتحدة ما عملتهاش في السنة الماضية وبالنسبة مع تونس ثم مشاريع ثم مشروع الأكاديمية الخارجية ثم مشروع بناء القطب الرياضي والشبابي في بنعروس ثم عديد المشاريع التي تم تجينها في طار طريق الحرير هذا والتونس لديها ستكون منفعة كبرى بكي ما قدت لك تنويع الشراكات خصوصا مع هذا العملاق الصيني الذي يبرز على مستوى العالم وحان الوقت لخط معناها سواء مباشر إذا كان ثم إمكانيات مادية لإقتنام طائرات معناها تصل للصين لأنه نعرف لازم طائرات معينة بمعايير معينة إذا مثلا ماشكي ما قال الرئيس المدير العام شريكة خطوط تونسية عن طريق دولة في الشرق الأوسط وهذا مهم جدا في طار سياسة الحاكمة الرشيدة بالنسبة الخطوط التونسية في الفترة هذه لأنه نعرف الكل تمر بظرف صعب واستثنائي هو نحب نحط الأمور في سياقها لطفي من حيث الشكل الكلام هذية والإعلان عليه صار في ندوة هي الأولى من نوحة في تونس ندوة إفريقية للإتحاد العالمي للمدن السياحية وحملة عنوان تعاون سياحي جديد صيني إفريقي صيني إفريقي ما هي مخرجات هذه القمة ماذا تم تنفيذه من توصيات ومن مشاريع تقريبا لا شيء كنت في حديث منذ أيام مع السيد الهادي بن عباس واللي كان هو تقريبا المشرف على عداد القمة هذه بصيفت رئيس اللجنة الصداقة التونسية اليابانية صراحة شيء مؤسف حتى لا أقول مخجل وقت تذكره كل ما تم أعداده والحديث عنه وقيمة الشخصيات والدول اللي حضرت القمة ذيك مأساتنا في هذه البلاد كما قال بورجيبة نشعل وفيسع ونطفى وفيسع يعني لا متابعة نجيو لعلاقتنا بالصين نحكو على خط مباشر بين تونس والصين في بالك اللي تقريبا نزال مع النش سفير في الصين هل يعقل أنه تونس ما عندهش سفير في بيكين في واحدة من أهم عواصم العالم وفي دولة تقريبا هي الأعظم ديمغرافيا والآن والآن اقتصاديا علاش لا أحد بإمكانه أن يجيب والطريف شوف أخويا البلاد دي صراحة ما صح رقعت مع النش سفير في الصين ومزلنا كده الشن المعهد الدبلوماسي اللي هديت هون الصين بنات هون الصين في شيرة المنار يعني باش نقريه فيه الدبلوماسية ونخرجه منه قناصل وصفراء وإحنا معناش سفير عند الصين في بيكير هذي معناها من الأعجيب التونسية اللي مفروض تتحط في جينيس بوك نارجعوا لمسألة التبادل السياحي ما تنساش اللي مبادلاتنا التجارية مع الصين مختل اختلال كبير ياسر صراحة أول اختلال يصير معناها وعجز نسجله مع الصين ثم تركيا في حين أنه مبادلاتنا مع الطرف الأوروبي هي تقريبا لفايدة تونس اليوم قلنا أكثر من مرة لابد من مراجعة هذه الاتفاقية التجارية نهيك أنه القانون الدولي قوانين منظمة التجارة العالمية تتيح مراجعة هكذا اتفاقات إذا كان ثم طرف الاتفاقية وهي تونس في المثال الحالي متضررة ضررا كبيرا صحيح أنه مبادلات قاعدة تتطور صحيح أنه السادرات التونسية نحو الصين قاعدة تتطور لكن بشكل محتشم وربما برشة تونسة ما يعرفوش اللي عنا تونسة مشاو وعملوا معامل في الصين فما تونسي مشاو يعمل معامل انطعت ماتو في الصين هاك التماتو ملح كوك اللي نقول لها في تونس بو كيلو هي فاة 800 تقرأ أما غادي مفاد الكوش 800 سي 800 بشتشوف التونسي معناها وقت اللي يلقى فرصة بش يستثمر يمشي للصين وينجم يطلع حتى يستثمر في المريخ هذا البلد عنا معاه ماضي ثقيل جدا عنا معاه علاقات تقليدية متنساوش اللي في الكوفيد جاة الصين هي تقريبا لبنات المستشفى متع أسفاقس وبالتالي لابد من تمتيل العلاقات مع هذا البلد لكن إرسائها على أسس صحيحة مش معناها وقت اللي هو أنا حكيت مع السفير الصيني أقبل هذا لأنه هو ما وقت لي مشاهد السفير لأخر في 24 ساعة جاي لي بعده ناس ما تفادلكش بالدولة ويحكيوا على تونس وش جيه تونس في الصين ما جيش قهو في حي من حقيقة معناها بيكين ألوركو أحنا اللي مفروض نتقربه للصين حتى في تار تنميع الشراكات والتوازنات اللي موجودة في الدنيا واللي قاعدت تكثر اليوم بعد عامين كوفيد والحرب اللي قاعدت صايرة والشي اللي قاعدت صايرة في الشرق الأوسط أحنا اليوم تحكي مع السفير تحسوا ثم نوع من الامتعاد كيفاش معناها أنا موجود وجيت في 24 ساعة باش نعوض زميلي وانتو ملتوا معناها ما ثماش سفير في بيكين ما ثماش سفير في الصين وعلى هذا قص لأنه عنا برش سفارات أخرى ما زالت تستنى في التعييد سيد وجل الخارجي في كل مرة يقول عن قريب عن قريب عن قريب عن قريب يبدو أنه سفرها في تونس اسمه عن قريب نحكيه على مسألة أخرى وإن أشار البنك الدولي في تقريره حول المناخ والتنمية أو ملف آخر زاد هام جدا الملاخ والتنمية في تونس يقول الاقتصاد في تونس قد ينكمش بنسبة 3.4% من النتج الداخلي الخام بحلول 2030 أي بقرابة 5.6 مليار دينار تونسي سنويا وقتش في أي حالة إذا لم تتخذ البلاد إجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية وبشكل خاص نقص المياه التقرير هذا يشير إلى أنه عدم معالجة نقص المياه وتآكل السواحل والفيضانات قد يؤدي إلى خفض الناتج الداخلي الخام كما يمكن أن تزيد هذه الخسائر السنوية إلى 6.4% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2050 أي ما يعادل 10.4 مليار دينار تونسي مهم جدا الاخبار هذا وقت اللي نحكيه على جانب المناق وقت اللي نحكيه اللي البلدان اليوم تتسابق حتى في استراتيجياتها وفي استشرافها في مسألة أمن معاش نحكيه أمن غذائي واللي نحكيه حتى أمن مائي أمن طاقي هذا كل مهم واللي حسينيه أكثر في وباء الكورونا مؤخرا وعرفنا القيمة المتعوه اليوم نحن نعيش في جفاف شنو اللي حذرنا لأن البلدان هذا اللي قاعد تخدم عليه اليوم نحكيه على 3.4% انكيماش إمكانية انكيماش بحلول 2030 اللي هو غدون ببابا 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 شوف مالاك في معادا ممكن الأرقام المحينة اللي كنا نتناولو فاهم ربا بنك الدولي ما قالنا حتى شاي ما فيبناش به الدولة التونسية عن طريق كفاءاتها مرة أخرى في بالها بأن المشكلة متاع المياه بيش يكون عنده تأثيرات كبيرة على الناتج الوطني الخام وعلى الاقتصاد التونسي منذ التسعينات بيش ما نقولش الثمانينات لو موجودة دراسات وفمانيس خدمت على المسائل هذه وطول عمرها تونس كانت ناقصة مار وفمانيس يعني حذروا من الشيء هذا تبقى اليوم ما قدمناش برشا ممكن تقدرنا زادة في جانب ما من أنه التغيرات المناخية مشت بسرعة أكثر من اللي كنا نتصوروه ولينا نشوفو تبعاتها بصفة مباشرة مشاور ناش المناخ فبالتالي هذا يرى في بالنا به وحقنا خدمنا عليه مسألة أخرى زادة مهمة جدا هي مسألة التغير المناخي وخاصة التعلل في تونس اللي اسمعناها في عدد من المناسبات بمسألة الموارد ومسألة معناش فلوس ومسألة كذا رو عدد الصناديق وعدد المؤسسات الدولية اللي تخدم على المسائل هذية واللي عارضة المعاونة متاحة سواء على المستوى التقني أو على المستوى المادي البحث رو لا يحصى ولا يعد غير نحن ما نعرش هلذا نجمو فسروه بالتقاعس هلذا نفسروه ببطء الآلة الإدارية بتاع الدولة خلى أنه نخلطوه للوضعية اللي نحن موجودين فيه هو رو عليش نمشيه البعيد للبنك المركزي للبنك الدولي البنك المركزي متاعنا أصلا نحكي عليه وحذر منه ويقول راهو واختصار بيان لمجلس إدارة ويقول راهو ردوا بالكم من تأثير الإجهاد المائي على المائي عفوا على النمو الاقتصادي للعام الحالي وإذا كان يقعد هكاكا يقعد نسب النمو ضعيفة وضعيفة جدا هذا البنك المركزي متاعنا اللي يحذر منه خطر عنده تدعيات وتأثيرات مباشرة على الاقتصاد التونسي وعلى نسب النمو بصائي اللي خرجها معهد الوطني الأحصاء وقال فما تراجع في مزيد من العاجز التجاري باش يتفسر يتفسر أنه تراجع في صادراتنا من المواد والمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية مرتبطة بالظروف المناخية يعني جاك عام صعيم مباشرة خلصت كاش صابة صفر أول مرة تونس تقريبا توصل لحالة هذية نتاع الصابة اللي هي صفر رح نقوله عاجرودة خاطر كلمة صابة فها المعنى الإيجابي ولينا معناها نمشي الروسيا وزير خارجية في سابقة معناها غير مسبوقة يهز معاه رئيس المدير العام للديوان الحبوب تماش معناها يتفكرون الروس كما تفكروا ستة الدول الأفريقية وحطوها قائمة اللي بيشتاعدوها إن شاء الله يخلطوا فيها تونس وبالتالي الظروف المناخية تنعكس مباشرة على المردودية وفيما بعد على التصدير خاصة أنه أنه إحنا الفلاحة متاعنا فيها جزء كبير قاعد يتصدر خاصة كل ما هي قوارس وتمور ومعناها خضر بمختلف أنواحها سمحني هي هي تفاصل بها يلا مش تفاصل مشكلتنا ما لا يكون هالمؤشرات هذه ونوقيس الخطر في السنوات الأخيرة ما نشقاعدين ناخدو فيه بعين لا تبار معناها مشاكلنا لكل مشخصة كما قال مروان نعرف مكمن الدي كما يجب في جميع القطاعات نعرفه شما هو مطلوب منه تحديدا ولكن في نهاية المطاف لا تجد معناها أحد يتحرك أو يقوم بشي في هذا الاتجاه نعطيك مثال مثلا مسألة الطاقات البديلة وغيره مشاريع متعطلة نعرفه إحنا لعنا عجز طاقي وللعجز الطاقي هذا قاد يستنسفنا في رصيدنا من العملة الصعبة ونعرفه أنه حتى الصناعة متعنا في السنوات القادمة ما عادش بشوالي عندها معناها قدرة على المنافسة في غياب انتاجها بالطاقة النظيفة وكذلك رغم ذلك لنا نتحرك بالنسبة لموضوع المياه معناها مينة لخير وباختصار الحل الموجود هو تحلية مياه البحر ما عناش في الوقت الحاضر تقريبا حل آخر بالنسبة لصناعة الصحب هذه وغيره كذلك تقنيات متطورة برشا ومزلنا مخلطناش معناها للمرحلة هذيك تحلية مياه البحر عملنا محطة في جربة عملنا محطة في الزارات في غيابس محطة صفيقس الكبيرة حاليا تحتاج دعم وتحتاج معناها ميزانية وبرشة فلوس هنا احنا قاعدين نقترضه من أجل كتلة الوجور ونقترضه من أجل معناها تصريف الأعمال اليومية وغيره فلا معناها مثلا ماش ما يمنع وأنه نقترض من أجل إنشاء هذه المشاريع الكبرى الاستراتيجية وعلى رأسها مشاريع تحلية مياه البحر رأوا دول مثلا عنها تجربة المملكة العربية السعودية وغيرها نجحت في هذا المجال وحقت معناها نتائج إيجابية سواء بالنسبة لمياه الشرب أو بالنسبة لمياه الفلاح فأعتقد أنه لابد من المسارعة في إنجاز هذه المحطات على طول الشريط الساحلي حتى معناها نتلافى ما يعنيها يحذرنا منه صندوق النقد الدول البنك العالمي فقط مش نرجع المسألة تعيين السفراء لطفي هو نقطة توضيحية أنه تم تعيين كل السفراء والقناصر في انتظار التحاقهم بمركزهم بسبب الإجراءات العادية وحتى سفير السين تم تعيينه منذ شهر جوليا الموقفين ورما هناك إجراءات على ما يبدو نتفهم البطء ربما الاختيار الأفضل لكن صراحة فم عواصم كما رما وبيكين ما نجموش معناها نلقاو حتى تبرير لهكذا بطء صراحة يعني يلا أنتوكا احنا خطر قلنا معاين ناش لم يتم تعيين هل الرسمية مزا مخرج السفير لكن منذ جوليا تم تعيينه مش نختبو بالخبر الأخير وفي إطار تطوير خدماتها لكافة المواطنين وتنويع الإجراءات في انتظار ذلك السفير الأمريكي بش تعيين زادا حتى يضر دول العظمى يضر تتعطل شوية أحيانا 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 ما هو الضرر للحق معقومة نحن العقوة على علاجك بالصين والله ليس نعقوة على أصدقائنا في النيجر ولا في بوتسوانا نختم بالخبر الأخير وفي إطار تطوير خدماتها لكافة المواطنين وتنويع خدمات الانترنت والاتصالات وتحسين الشبكة أطلقت شركة أوريدو أمس ولأول مرة في تونس خدمتين إببي بي سيس وفولت في شبكات الاتصال الجوال والقارة بصفة رسمية وذلك بحضور وزير تكنولوجية الاتصال النزار بن ناجي وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز وجود شركة أوريدو في السوق وتحسين خدمتها الموجهة بالإضافة إلى تحسين الصوت وسرعة الاتصالات وتدفق الانترنت وتعزيز السلامة هذه أبرز الأخبار اللي عنا اليوم مش نحكيه بعض لحظات زادة على اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ذيفيكون حاتم الملكي الناشط السياسي يفاصل ونستقبل ضيفنا ترجمة نانسي قنقر